كمان بهذه المرحلة فتت عموضوع الفيديو كليبات واشتغلت مع غسان الرحباني مظبوط هي بلشت عبر الامتي في اي انه اجع على الامتي في وانا بعرفه مورا خيل اغسان من التمانينات يعني هي عم سلم عليه وهذا قل لي عندي هيك هيك قلت له يلا تعب نشوف اذا انا متسلم انا وياك وبلشنا بطريق المطار اوك انت بلشت اغاني غسان اغاني غسان انا قبل ورجعنا هيك انا وغسان انا وغسان كتير بنفكر مثل بعض بكتير قصص خصوصا بالموسيقى وبالافلام وهيك بقى كانت كتير هاين كانت بلاجر الشغل معه يعني الشغل مع بعض كمان كانت تعتبره تسلي اي اي حتى الفوركاتس كانت تسلي الى وقت ما صارت مش تسلي انتو بالاول كانت انت كان اول شغل للك مزبوط ورجعت اجي التجربة الفوركاتس وبلشتون اشتغل داعياتهم انتو بالموسيقى انو فيه ناس اجيت وناس فلت وناس اجا كتير فيه عالم فيه بنات ما بتذكرهم اي مايا دياب اجيت بعدين اجيت بعدين اي اي دليدا ورولا بهنام دليدا اي رولا بهنام اوف اي اي زينة وشانتال شانتال ساقر اي واو خل كلهم بلشوا اي ومرأة نيكول سابة فترة نيكول اي نيكول بتذكر اكيد اي اي رجعت مايا أضياب ومرة مايا أضياب أنت عبت أخرج لكليب وكان احترق وجه أو شيء هاي الخبرية أو أنتو عملتوا قد تتعاملوا دعاية هاي عملناها لنعمل دعاية فكرة مايا آه فكرة مايا قدت لتعالي نعمل هيك بجينا غير الفور كاتس اشتغلت إخراج كليبات بهديك الفترة كمان يمكن لدينا حايك اشتغلت لساموزاني اشتغلت كتير مع روتانا يعني صار شغلك مع روتانا لا روتانا كتير لأنه كان عندهم كتير شغل روتانا صار شغلت كتير من وراء كليبات الفور كاتس حتى كنت اشتغل عمرو دياب من وراء ليل النهار بس رجعت غيرت رأيي هيدا مش ترول الام تي فيه هيدا كان دائريكتلي كان دائريكتلي يعني ثري كورتر اف دو وي أنا وعمرو دياب سحبت حالي ليه اه لأنه مزبوط كتير يعني كانت مزبوط كتير يعني أنا مش مصدق أنه كنت بنا نشتغل هيدا الكليب عنوية يعني بس وصلت لمطرح أنه هو بيكون بده هيك شوية بعد شوية بصير لا بده شي تاني هيك ونحن عم نشتغل عم ندفع مصر لأنه نزبط هيدا شي أنت كنت عم تجتمع فيه ولا بمدير عمل ايه لا لا هو هو شخصيا ذكر الغنية مش كتير بالعربي ايه بلش من هون بس أنه كنت كتير أصحاب عنوية وكنا كتير يعني كنا كتير يجي لعندي عالستوديو نروح نظهر أنويين فكر هيك يعني كل الوقت هو بكتير بحب يشوف هيدا هون باللبنان هيدا بهالفترة كنت بعدك أنت عب تخرج الأسأل ما زبوط طبعا منحكي كنا عن الخاسة كيف تكبر كانت كبرت الخاسة براس شادي حنة بوقتها صراحة لك ما بعرف إذا أنا عملت فولس مودستي لأنه كانت كبراني الخاسة يما ما كبرت الخاسة بالمرة شو أطعت بمحلات كان عندي إيجو كبير بس ما عبرت عليه بأرغنس ما عبرت عليه بفوقية عبرت عنه بعناد إذا بدك أكتر ما هذا فيكو نوع من أنواع الفوقية الموطنية مية بالمية بس بعد ما انتبهت له انتبهت له وصار يروح شوي شوي تدريجيا يعني لا راح واختفى يعني بس أنه أنا كنت واعي من الأول أنه أنا ما بدي حدا يعرفني ما بدي أنزل على الطريق والعالم يعرفوني لأنه كنت شوف شو صار قدامي يعني كنت أقول أنا ما في يكون هيدا الإنسان عن جد كنت هيك تفكر ولا مرات أكيد ما عب بيحكي عنك بس عب بيحكي بشكل عام وفيها تقوم تنطبئ عليك أنه هيدا بيكون نوع من أنواع المكابرة أنه دايما الشخص الوراء الكاميرا أحيانا كتير مبلب ينزعج بس يحس خصوصي بالكيس اللي هي مثل الكيس تبعك أنه هيدا العالم اللي صاروا مشهورين في منهم هو يكتشفون أو في منهم كتير هو يكتشفون يصير ينزعج يعني بيصير يقول أنه مثل كأنه عبي ياخدوا الكريدت اللي لازم يكون لقله أنا أبدا أبدا أنا بالعكس أنا ما عندي مشكلة كريدت بحياتي أصلا يعني بس أنه وصلت لمطرح الحمرانة ما عندي مشكلة الكريدت أنه وصلت لمطرح أنه أنا كنت مطرح أنه ما عندي مشكلة فيكم ما تحطوا لإسمي بس أنا بعمل الشغل لا هيدا يبقى هيدا حمرانة اسمها تعلمت ما بقى عندي هيدا الحمرانة هلأ بس إنه ما عندي مشكلة إنه أنا كون في شخص أنا عم عم بدعمه من كل هيدا لهو يوصل وهو يوصل وأنا ما عندي مشكلة بالعكس أنا بفضل ضلني ورا طول عمري بفضل ضلني ورا وما أكون بالواجهة أعطيك حرية تتحرك وتشتري كثير بالتعب كثير بالتعب مش شوي يعني ما في حياة عندك يعني لشو أوكي بقيت أنت بهذه المرحلة تركت الامل تركت بوغرام اس ألشي واشتغلت كليبات ورجع صار ودعايات كتير ودعايات كنت عبت عمل مصاري بوقتها عملت مصاري بشكل عام يعني كان مدخولك بتعد وعالي يعني ولأ لأنه هذيك الفترة كان فيها شغل وكان فيها مصاري خصوص الدعايات أنا كنت معود على تسع سنين إنه كل شهر عندي مدخول مع هذا المدخول الأكسترا بصوصة لمطرح ما في إلا المدخول الأكسترا كانت فترة لأقلمت معه وتعودت عليها أخدت فترة بس بعد ما تعودت عليها هيدا المدخول زاد كتير كتير يعني صار ما بقى في مشكل بالمصاري بالعكس صارت المصاري أبندنت يعني عم تيجي كل الوقت أنت حدب يعرف يجمع مصاري؟ أه ما كنت تجمع أنا لا أه هلأ بعرف بس قبل ما كنت عارف أوكي وما كنت بدأ ما كنت عندي هدف نتالي اللي كانت تعرف تجمع بوقتها بطلة بطلة التجميع؟ أكيد لما منا ما كان في يعني ما كان في كتير مفروض تكون لعائلة يعني نعم أنتوا كنتوا بوقتها صرتوا مزوجين أنتوا أي سنة زوجتوا؟ ألفين و ألف وتسهمية وستة وتسعين أوكي نتالي بقت بعد ما أنت تركت الأسأل الشي وأنت رواء كان الموضوع بالنسبة لأقلق أه أكيد بالعكس أما تركت على خلاف يعني عندي ميشيل أنه هيك هيك القصة وفليت ورجعت إجت فترة صغيرة مبسطت أنه فليت يعني قلت للي كانت ضغط البراشر تبع الويكلي بدي يكون عندك كونتنت رجعت في فترة اللي هي أصلاً البلد صار قصة 14 واط إغتيالي الرئيس الحريري وهيك بهاي الفترة أنت وين كنت تشتغل كانت اللعنة روتانة وقتها مع السوديو فيزيون بهاي الفترة كانت عتقلية روتانة وكنت عم بشتغل كليبات ودعايات كمان يعني مبارلل